فقد جلسة مجلس الوزراء رهجتها بعد عدم طرح بنت تأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جوزيف عون بانتظار نضوج الأرضية السياسية لهذا القرار بحسب ما أكد وزير التربية عباس الحلبي الذي تلى مقررات مجلس الوزراء قونه وزير الأعلام بالوكالة مشيرا إلى أن الرئيس ميقاطي أطلع مجلس الوزراء على أبرز مداولات القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض معرجا على الوضع اللبناني الداخلي مؤكدا أن أي قرار سوف تتخذه الحكومة نابع من منطلق وطني وحفاظا على المؤسسات وليس لتنفيذ أجندات خاصة كما يسعى البعض فأن أي قرار سنتخذه بالنسبة لأي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة لأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يؤيد تصفيد أو من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة مجلس الوزراء أقر جدول الأعمال المؤلف من 16 بند بمعظمها إدارية وطلب إلى الوزير الاتصالات جوني القرم أعداد دراسة مفصلة حول ملف تلزيم البريد وستارلينك كما أكد القرم في عنا بند الكابل البحري التفريعة هذه بالمبدأ توافع عليها مش حالة بالنسبة لموضوع ستارلينك موضوع ستارلينك تأجل للجلسة جي لناخد تقرير كامل من الأمنيين بخصوص هالموضوع وبالنسبة لموضوع البريد بالنسبة لموضوع البريد الأرارة التي تأخذ بخصوص هالموضوع أنه يتمدد لليبان بوست هلأ بالوقت الحاضر لحين تلزيم هالقطاع بموجب مزيدة رابعة مجلس الوزراء أمام جلسة حاسمة الأسبوع المقبل لمناقشة دراسة أمين عام مجلس الوزراء حول تأجيل التسريح لقائد الجيش إن لم يذهب الملف برمته إلى جلسة تشريعية في مجلس النواب ويصدر التأجيل بقانون منع للطعن من السراء الحكومي مروان أدوم صوت لبنان